بعد إطلاق الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران أصبح الوقت مناسباً لتقييم وتوجيه السياسة الأمريكية في الملف الإيراني من هنا أعلن وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إنشاء مجموعة عمل لتنسيق الإجراءات التي تتخذها وزارته تجاه طهران ستكون مجموعة العمل الخاصة بإيران مسؤولة عن توجيه ومراجعة وتنسيق كل جوانب النشاط المتعلق بإيران والذي تقوم به الخارجية الأمريكية وترفع تقاريرها لمباشرة وشدد بومبيو على أن النظام الإيراني ملزم بإحداث تغييرات أساسية في سلوكه داخل حدوده وخارجها إذا أراد أن يتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وسيقود براين هوك مجموعة العمل التي ستنسق مع باقي الحلفاء في العالم لتكثيف الضغوط الاقتصادي على إيران وإرغامها على إنهاء برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط التحرك الأخير من الخارجية الأمريكية يهدف أولا إلى مراكمة الضغوط على النظام الإيراني حتى يقوم بتغيير سلوكه ثانيا التحرك أيضا يهدف إلى تنسيق الجهود ما حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين للهدف ذاته علما بأن هؤلاء الحلفاء هم من أعلن البيت الأبيض قبل فترة أنهم سيندون تحت ما يسمى تحالف نيتو عربي صغير وهناك أيضا مسألة تتعلق بالتوقيت لأنه قبل يومين كما نعلم أطلقت إيران ساروخا باليستيا جديدا أطلقت عليه الفتح المبين وهذا فيه مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحرم على طهران استئناف أو استمرار برنامجها للسواريخ الباليستية وقالت الخارجية الأمريكية إن حرمان طهران من الأموال التي تغذي الإرهاب هو أحد أهداف استراتيجيتها حيال إيران منذ تعيينه مبعوثا خاصا بشأن إيران أكد براين هوك أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات ثانوية على حكومة أي دولة تواصل تبادلها التجاري مع طهران بما في ذلك الصين المستورد الأكبر للنفط الإيراني للإخبارية هند إبراهيم واشنطن